وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد بن راشد الزياني قد ترأس أمس اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس التعامل لدول الخليج العربية برواد الأعمال الخليجيين هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل والمشاركة بين وزارات التجارة والصناعة عبر إتاحة المجال للحوار المشترك وتبادل المريات ووجهات النظر اجتماعات متتالية استضافتها مملكة البحرين لوزراء التجارة والصناعة لدول الخليج العربية مع رواد الأعمال الخليجيين ورؤساء اتحادات غرف التجارة الخليجية حيث ناقشت الاجتماعات جميع الجوانب التجارية والاقتصادية وركزت على انسيابية التجارة البينية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون اجتماعات اليوم نحن كان لدينا مجموعة من الاجتماعات أولها والأهم منها كان مع القطاع الخاص ممثل في الاجتماع الأول مع رواد الأعمال الخليجيين وهذا كانوا مثلين جميع دول الخليج كان لهم ورشة عمل ومن ثم عرضوا بعض أفكارهم وطموحاتهم في اجتماعهم مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة الخليجيين تبع هذا الاجتماع اجتماع مع رؤساء اتحادات الغرف ومجالس دارات الغرف الخليجية ايضا طرحوا بعض النقاط التي تساعد وتسهل الجانب التجاري والاقتصادي وانسيابية التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وايضا تكلمنا عن موضوع المواصفات والمقاييس وما شابه وكذلك أهمية التجارة الإلكترونية لقاءات تشاورية دورية تناقش الملفات الاقتصادية المتنوعة التي تضع تنمية وتطوير الاقتصادات الخليجية موضع البحث والدراسة الجادة بما يحقق التعاون البناء بين الدول الأعضاء حقيقة هذه اللقاءات التشاورية بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بدأ من عام 2015 وهذه اللقاءات تشاورية دورية تتم تطرح فيها عدد من الملفات الدوشة الاقتصادي وحقيقة هذا اليوم اطرحت ملفات عدة تتعلق بقانون امتياز التجاري وتتعلق بتجارة الإلكترونية وتتعلق بشسم الجمارك وتسهيل إجراءات الجمارك من دول الخليج حقيقة عدد من الملفات طرحت وهي ذو همية كبيرة في هذه المرحلة مجالات متنوعة ومتعددة للاقتصادات الخليجية بحثتها هذه اللقاءات بإسهاب وجدية كبيرة آخذة بعين الاعتبار جميع المتغيرات المستحدثة في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تذليل التحديات والاستفادة القصوى من الفرص المستحدثة بما يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني لجميع الدول المشاركة التعاون البناء بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يبرز جليا في هذه الاجتماعات التي تستضيفها مملكة البحرين والتي تبحث التحديات الاقتصادية وجميع انعكاساتها وسبل مواجهتها بما يحقق النماء والتقدم لاقتصادات الدول المشاركة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة